اشتركوا في القناة بعد أن نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين تفرق العباد في الأرض طائعين موحدين ولكن الشيطان ما كان ليترك بني آدم على الخير والفطرة الطيبة فوسوس للناس أن أشركوا بالله فأطاعوه بجهل ثم أصروا ثم استكبروا فأرسل الله لهم رسله فكذبوا الرسل ثم أصروا على ضلالهم ثم استكبروا وهكذا كان حال قوم عاد الذين بعث الله فيهم رسولا منهم ليهديهم لصالح العمل فأبه إلا الضلال وفي مدينة إرم كان لنا مثل جلي في رطف الله بعباده حينما بعث فيهم نبيه هودا عليه السلام فكان لهم من الناصحين واستبر على نصحه لهم فكذبوه فما كان عاقبة المكذبين آه أرأيت؟ هذا هو دمدم الذي حدثتك عنه كثيرا يا صدد إنه كما وصفته بالفعل يا شداد وسينفعنا كثيرا في حروبنا مع الأعداء هذا إن وافق فهو فارس متقلب المزاج إذن فلتدعوه في الغد إلى قصر الجبل ولنعرض عليه الأمر سأرسل له اليوم فلو وافق سيكون السهم النافذ في قلب أعدائنا وهود هو ابن شارخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام وكان عاد يسكنون الأحقاف ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة وهم قبائل كثيرة نذكر منها عاد وثمود وكان قوم عاد هم أول من عبدوا الأصنام بعد الطفان وكانت أصنامهم ثلاثة صد وصمود وهراء فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام كم أنا سعيد ونحن قد شارفنا على الانتهاء من تمثال الإله صمود ستتزين أسواق إرم بهذا الإله العظيم الفخر لنا يا صديقي الفخر لنا جميعا سيكون هذا التمثال العظيم من أكبر وأعظم كل تماثيل إرم سيزوره كل الناس يعبدونه ويعظمونه سيسعد سادة إرم كثيرا بما صنعنا لقد وعدوني بمكافأة عظيمة حين الانتهاء ألفي قطعة ذهبية لكل واحد فينا هكذا كان الوعد إنه عطاء عظيم ونحن نستحقه فنحن من بنينا بأيدينا كل التماثيل لآلهتنا العظيمة هل أتى الأولون بمثل ما أتين به هل استطاع أحد غيرنا أن يسخر الجبال فيبني بيوته وقصوره فيها سوانا المجد لقوم عاد ولآلهتنا المقدسة يا ليتكي كنت في الساحة اليوم يا مداحة لقد كانت جولة دموية لا تصدق صيحات الأهالي كانت تملأ الأسواق احكي لي كيف كان القتال أخبرني بما حدث يا شاحب كان الصراع على أشده بين دمدم وقصوره ومن قتل الآخر؟ لقد فعلها دمدم وقتل قصوره يا لا خسارة عاد لقد كان قصوره من أقوى الرجال وأشجعهم بالفعل ولكن انتهى عصره بلا عودة يبدو أن إرما سيكون لها فارس جديد يا مداحة أتقصد دمدم هذا؟ ومن غيره يا زوجتي؟ يا لها من لحظات عظيمة هكذا هم قوم عاد رجالها لا يعرفون الرحمة مبارك لعاد فارسهم الجديد إلى أين أنت ذاهب يا رافع؟ إلى بيت شداد يا أبي هل سادة عاد مجتمعون اليوم؟ وكيف لا؟ وهم على موعد مع فارس عاد الجديد ما كان لشداد أن ينتظر للغد حتى يأخذ بيعة دمدم له بالطاعة وقبول الانضمام لجيشه بالطبع ومن سيكون هناك؟ كل سادة عاد لم يغيب أحد اليوم فهذه ليلة خاصة يا أبي على أي حال؟ اذهب أنت الآن وعندما تعود احكي لي عن كل شيء حدث وليكن عمت مساء يا أبي عمت مساء يا أمي في رعاية صمودة يا ولدي العزيز حفظتك آلهتنا أهلا أهلا بفارس إرم الكديد أهلا بكم سادة إرم يسعدني لقاءكم هل تعرفوا أيها الفارس العظيم لماذا اجتمع قوم عادل اليوم؟ من أجل تولية قيادة الجيش إرم بل إعلانك الطاعة لنا أولا يا تمتم وهل في طاعتكم شك يا سيدي؟ هذه بداية مبشرة إذن ولكن لكي أعلن لكم طاعتي وقبول الولاية منكم أرجو أن تعرفوا شروطي أولا عن أي شرط تتحدث يا دمتم؟ الغنائم الغنائم سيدي صدد فأنا لن أرضى بما كان يرضى به قصورة فأنا لست كغيري وبطشي ليس كبطش من سبقني وأعتقد أنكم تعرفون ذلك عني أجل أجل نعلم ولكن ما هي شروطك التي تتحدث عنها؟ أهي قصور أم ذهب أم حقول وحدائق؟ كل شيء سيدي شداد أن أختار ما أشاء من العبيل والجواري أختار أنا أولا دون غيري ويساق ما أريده إلى قصر دون حساب طلب عجيب أيها الفارس المغوار ولكن في كل الأحوال لك ما طلبت هل لك شروط أخرى يا دمدم قبل أن تقسم بقسم الولاء لسادة عاد؟ ليس لي سوى ما طلبت سيدي إذن فلنحتفل جميعا بفارس إرم الجديد الذي سيحصد الرؤوس الأعداء من الغد يا قوم عاد أنا الأوان لتسعدوا برؤية هذا الإله العظيم تمثال الإله صمود إلهنا الأعظم سيد آلهة الكون قال هول عليه السلام يا قوم يا أهل إرم يا أحفاد نوح عليه السلام أي صيحات تلك التي تكبرون وتقدسون بها ذلك الصنم الأصم الأبكم هود احضر في كلامك وإياك أن تسب آلهتنا مرة أخرى ها أنت قد عدت لضلالك من جديد يا هود كنت أظن أننا قد ارتحنا من تخاريفك تلك يا من تدعي النبوة ألا تمل من هذا السفه يا رجل؟ قال هود فيما معناه يا قوم والله ما بي سفاهة ولكن قولي هو الحق يا قوم كيف تتركون عبادة الله الواحد الأحد وتسجدون لأصنام لا تضر ولا تنفع أين عقولكم؟ كيف تطلب منا أن نتخلى عما تركه لنا الآباء والأجداد؟ قال هود فيما معناه أَوَإِنْ ضَلَّ آبَاؤُكُمْ أَتَتَّبِعُونَ ضَلَالَهُمْ إنما قولك هو الضلال المبين أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً فذلك هو الضلال المبين يا هود لا تغتر بحلمنا عليك فلقد صبرنا عليك كثيراً ونحن لسنا بأهل صبر ولا حلم وأنت تعلم عنا ذلك جيداً فبعزة الآلهة العوالي إن لم ترجع عن أقوالك تلك ليكون لنا معك شأن آخر والآلهة العوالي لن تجرؤ على شيء يا صدد فمن يؤذي رجلاً منا آذى قبيلتنا كلها وأنت تعلم أن قبيلتنا هي الأكبر والأعظم في إرم فاحذر في كلامك يا صدد وهل يرديك يا قابض ما يقوله هود دع هوداً وشأنه فلا ضرر من قوله في إرم فكم من الأعوام وهو يقول ما يقول ولم يؤمن به أحد في إرم ولكنها فتنة يا قابض ونحن نقبل فتنة فينا مدام لم يحمل السيف فلا لوم عليه دعوا هوداً وشأنه وإلا قسماً بالآلهة العوالي لتكون حرباً في إرم لا يعلم مداها أحد بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة نابس قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عاد نبي الله هود عليه السلام ولم يمسسه سوء من قومه لم يقل ليتوقف عن دعوته لهم بالهداية وعبادة الله الواحد الأحد ويخبرهم دون ملل بأنه رسول الله بعثه الخالق عز وجل لهدايتهم يذكرهم بآيات الله في أنفسهم وفي الآفاق لعلهم يهتدون ولكنهم رفضوا دعوته وظلوا مكذبين لا تبقوا رؤوسهم فوق أكتفهم أحصدوا رؤوسهم كالثمار اليالعة لا تبقوا منهم أحدا ها هو هود قد عاد بأقواله من جديد ماذا؟ هل عاد هذا المجنون مرة أخرى؟ نعم عاد وعادت دعوته من جديد ففي وسط ساحة إرم راح يدعو الناس بكلامه القديم كنت أظنه قد فقد الأمل بعد أن لفظته إرم ولم يؤمن بقوله أحد هود لن يصمت أبداً مثله لا يلين له عزم ولما يصبر عليه سادة إرم؟ أنا سيت يا صاحب العقل الغليد أن الهود قبيلة هي الأكبر في إرم؟ ولكن قبيلته هي الأخرى تبرأت منه ومن قوله قد يتبرأون حقاً منه ومن قوله إلا أنهم لا يتركونه لشداد ومن معه هذه هي عادات العرب منذ القدم أيها السمين الأبلع إذن فلا خاف منه يا أنز لا أيها البلهاء فقول هود قادر على أن يجعله سيد إرم الأوحد إن آمن الناس به وهل من الممكن أن يؤمن به أحد يا أنز؟ هذا هو دورنا يا عهد ألا ندع له الفرصة لذلك وأن نقلب عليه الأقوام دائماً فوجود ملك لهود يعني زوال ملك آلهتنا العوالي وأنبياء العرب كما جاء في صحيح بن حبان من حديث طويل لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مع أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الفهد المسكين حينما خرج من عرينه لم يكن ليتصور بأنه سيلتقي بنا اليوم أحسنت يا شداد أحسنت لم يكن رمحك ليخطئ فريساته أبداً فهل كانت كذلك على مداعي نبوة إرم؟ ماذا تقصد يا صدد؟ تعرف قصدي جيداً يا ابن العم فما يجول بخيالي يجول بخيالك أنت أيضاً أه تقصد قتل هود؟ هو ولا شيء غيره ولكنك تعرف العواقب يا صدد ستكون حرباً طارية بين قبائل إرم حرباً ربما لا نستطيع يوماً أن نخمض نارها ولو تركناه ستشتعل النار أيضاً لكنها نار ستحريقنا فقط نحن سادة إرم وكبراء قوم عاد وما الذي تراه يا صدد؟ أن نقتل هوداً هذا أمر لا بديل عنه ودونه هلاكنا لا محالة فإن دعوة هود قد تصحر بعض رجال عاد وإن كانت أعدادهم لا تذكر الآن فالوقت كفيل بأن يتغير الحال ولكننا لا يمكننا أن نحارب في جباتين يكفينا الآن أعداؤنا فيما وراء إرم فنحن كلما تخلصنا من إخضاع قبيلة خرجت علينا أخرى هذا شيء لا يقلقني يا شداد فدمدم كفيل بأن يخضع كافة القبائل تحت أقدامنا فقوة جيشنا لا مثل لها في أي من المدن والقرى المجاورة صدقت هذا ما أردت أن أقوله نحن لا نخشى على إرم ممن هم بخارجها القلق الأعظم ممن هم فيها من أهلها ونبيها الكاذب وافقكم الرأي قولكم هذا صحيح لا جدال فيه ولكن دعونا نؤجل أمر هود قليلا حتى نرى مدى أثره بين الناس فإن شعرت بانتشار دعوته بين العوام حينها فقط سيكون القول الفصل لكما أردت يا شداد فقولك أقرب إلى الصواب إذن فلنستعد ولنكمل صيد الوحوش ونترك هودا ليوم أقل جمالا من اليوم يا له من قصر ضخم عظيم ترى في أي زمان كان للناس ما كان لنا ها هو القصر العاشر للسيد صدد قد انتهى أراه أجمل من سابقه ما بك يا رجل أليس بقلبك رحمة والرجال عاد رجال رحمة ثم ما شأنك أنت أيها الفتى لما تمنعني عنه لقد كاد أن يموت بين يديك إن لي دين عنده وهو لم يرده أخبرتك بأنني سأرد الدين بعد يومين أفلا صبرت قليلا قال لك يومان يومان فقط هذا ليس ببعيد يا رجل لا دخل لك فيما لا يخصك إنها الرحمة يا رجل كفاكم بطشا بالضعفاء أيها الناس فلقد زاد الأمر عن الحد تعد عني يا فتى حتى لا ينالك مني ما ناله قل لي كم الدين وسأرده لك الآن مئة وخمسون من الفضة خذ هذا دينك واترك الرجل وشأنه حفظتك الآلهة يا ولدي من كل سوء حفظتك الآلهة السلام عليكم أهل البيت أبي أبي وعليك سلام الله يا أبا قادس حمدا لله على عودتك سالما هل كانت رحلتك موفقة؟ موفقة ولله الحمد ها كيف حالك أنت يا زوجاتي العزيزة؟ وكيف حالك يا صديقة؟ بخير يا أبي أخبرنا أنت عن رحلتك ماذا قابلت فيها؟ وكيف هي أرض سبأ؟ وماذا أحضرت لنا من هناك؟ كفاك أسئلة يا صديقة فأبوك قد أتى من سفره متعبا اذهبي وأعدي الطعام وبعد ذلك اسألي ما شئتي ولكني مشتاقة لأبي جدا فأنا لم أره منذ نهاية الربيع وها أنا قد عدت يا بنيتي فلا تقلقي أنا معك طوال اليوم ولن أذهب إلى مكان آخر ولتعد الطعام كما قالت لك أمك فالسفر كان طويلاً أمرك يا أبي وكيف حال نبي الله؟ بخير والحمد لله إن القوم قد تعرضوا له ولكن الله حفظه من شرورهم ليس لهؤلاء القوم من سبيل إلى الحق فلقد اعتادوا الظلم والجبروت والله ما كان لمثلهم أن يؤمن بنبي الله أبداً أخبريني من الذي تعرض لنبي الله؟ ومن غيرهم يا رباح شداد ومن معه من جبابرة قوم عاد والله يا راجية كم دعوت الله أن يكون لي قوة حتى أنصر دينه ونبيه إلا أنه ليس ليس ونفسي ومالي وأهل بيته هذا كل ما أستطيع أن أقدمه لخدمة دين الله هون عليك يا رباح فوالله إن نصر الله قريب هذا يقيننا بالله دائماً أبي كم أنا سعيد بعودتك سالماً كيف حالك يا قادس؟ كم افتقدتك يا ولدي؟ ها أخبرني كيف حالك وحال التجارة معك بخير يا أبي والحمد لله الخير وفير ونعمة الله علينا تزداد يوماً بعد يوم لقد ورث قادس منك ذكائك يا رباح خصوصاً في التجارة فكل يوم يزيد الخير وتحل البركة علينا والله يا أمي إن إرم لأرض خير إلا أن أهلها لا يحفظون نعمة الله عليهم ولا يشكرون ماذا بك؟ أهناك أمر قد حدث؟ أخبرني إنه الظلم يا أبي الظلم الذي انتشر بين الناس ولا يستطيع أحد أن يوقفه القوي يظلم الضعيف ويصحقه بقدميه والضعيف في إرم أصبح لا يجد من يعينه ولا من يرفع عنه الظلم آه ليس لنا إلا أن نصبر يا ولدي عسى أن يكون فرج الله قريب ها هي إرم تظهر معالمها من هنا فلتستعد يا مدينة الآلهة العوالي لاستقبال فارسك المنتصر سيدي لماذا توقفنا؟ سنستريح هنا قليلا ونبيت ليلتنا قبل أن نعاود السير من جديد في الفجر فأنا أريد أن نكون على أعتاب إرم عند بداية شروق شمس الغد لندخل المدينة مهللين فيرى الناس نصرنا وغنائمنا ولكي يعلموا من هو فارس إرم الجديد سيدي الجميع يعلم من هو الفارس المظفر دمدم الذي لا شيء يقف أمام سيفه البطار إذن لا تكثر الكلام واذهب ونفذ ما أمرتك به بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاذ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نشر قوم عاد ظلمهم بين القبائل فوقعت الكثير من القبائل تحت ولايتهم إما بالخوف وإما بالغزو فكانوا يتفاخرون بينهم بأعداد من قتلوا ومن أسروا من القبائل المجاورة وكانوا كلما ذكروا من هود بالعاقبة لأفعالهم استهزأوا به وكفروا بقوله مرحى بقائد جيش إرم العظيم مرحى مرحى أهلا بكم سادة إرم يسعدني لقاؤكم كم أنا فخور بجيش إرم وبقائدها لقد أبليت بلاء عظيما يا دمدم كان أداءكم مبهرا انظر انظر كيف تبدو السعادة على وجوه أهال إرم فنصرك عظيم حقا أيها الفارس العظيم دمدم أصدوقك القول لم نتوقع أبدا أن تأتي برؤوس قادة قبائل البدو وبهذه السرعة وهل في طاعتكم شك يا سيدي بل الفضل الأعظم لك فلولا بسلتك وجسارتك لما استطعنا أن ندك حصون الأعداء دك هذا ما نعرف عن شجاعتك يا دمدم والآن حان وقت العطايا كي يسعد أهالي إرم بنصرهم العظيم أيها الحراس إلي بقادة المتمردين علينا هنا في ساحة الإله صمود أما العبيد فيباع في الأسواق وثمنهم يرد إلى القائد دمدم بعد أن يختار لنفسه منهم ما يشاء السلام عليكم وعليك السلام سيدي رباح آه كيف حالك يا غلام بخير والحمد لله سيدي أين نبي الله موجود يا سيدي تفضل هل نبي الله بخير بخير والحمد لله تفضل يا سيدي سأخبره بقدومك حمدا لله على سلامتك يا نبي الله والله ما كان يشغلني طوال سفري سواك يا نبي الله كم كنت خائفا عليك من بطش القوم الجبارين فكلما كانت تأتيني هواجس بالتضييق عليك كنت أدعو الله أن يحفظك لنا وينجيك من بطشهم رحب نبي الله بضيفه ثم قال له لا تخف فإن الله منجينا من شرورهم واحفظ إيمانك في قلبك أنت وأهلك فلئن عرفوا بأمرك لن يتركوك تبقى في إرم بعدها ومتى يكون الجهر بالإيمان يا نبي الله أخبره النبي هود بأن أمر الله بالجهر لم يأتي بعد منك الأمر ومن الإجابة يا نبي الله كل ركن هنا نحته كبار نحاتين من عهد جدنا الأول فإن كنت لا تعلم يا دمدم فأنا وشداد من جد واحد كم أنا سعيد بك يا دمدم فقصوره كان قد فقد بريقه وقوته في الأيام الأخيرة وأصبحت رأسه مليئة بالأفكار السيئة فكان جزاؤه قطع هذه الرأس الماكرة فأنا لست كغيري وبطشي ليس كبطشي من سبقني وأعتقد أنكم تعرفون ذلك عني بالفعل لقد راه كسوره كان يظن بأنه لا خينا لنا عنه فراح يطلب القصور والعبيد والجواري بغير عدد أو رقيب لم يكن قنوعا مثلك يا دمدم فضلا عن أنه لم يكن بجسارتك وها أنت قد جئت فانصلحت الأحوال مرة أخرى لذا فهذا الاحتفال احتفال بك أولا يا دمدم قبل أن يكون احتفالا بنصرنا العظيم هذا نخبك أيها البطل اشرب اشرب فاليوم يومك فلنرفع جميعا كؤوسنا نحو السماء داعين آليتنا العوالي عسى أن تنزل بنا بركة الآليا واحتفالا ببطل ارمى المظفر الفارس العظيم دمدم عدت مبكرا يا رمل يبدو أنك لم تعلم بما حدث يا زوجتي ماذا حدث ومن هؤلاء إنهم عبيد من البادو غنائم ارمى في حربها عاد فارسها المظفر ومعه الكثير من الغنائم عبيد من قبائل البادو يبدونا بصحة جيدة سينفعنا في خدمة البيت والحظيرة خصوصا هذا العبد القوي لا هذا العبد سيكون معي في الأسواق أما هاتين الجاريتين الصغيرتين فهن لاكي قسمة غير عادلة يا رمل ولكن لا بأس اذهبي آياتها البلهاء إلى تلك الحظيرة ونظفيها جيدا أمرك سيدتي أما أنت آياتها النحيفة فعليك بتنظيف البيت وإياك أن تعبثي بشيء وإلا قطعت يدك أمرك سيدتي بكم اشتريتهم يا رمل بقليل من قطع الفضة ولقد بتاع الناس الكثير منهم حتى اكتفوا وكعادتك انتظرت للنهاية حتى تبخس من قيمتهم ولما لا يا زوجتي العزيزة هذه هي قواعد تجارة فكم أنت تاجر ماهر يا يا زوجي العزيز عليك بهم يا زوجتي العزيزة لا تجعليهم يهنؤون بالراحة أنت تعرف زوجتك جيدا يا رجل فسأجعلهم يشعرون بأنهم في الجحيم هل قابلت نبي الله يا رباح؟ نعم قابلته وكيف حاله؟ أهو بخير؟ بخير والحمد لله اطمئني وماذا قال لك نبي الله يا أبي؟ أمرني بأن نظل على إخفاء إيماننا يا قادس إلى متى يا أبي؟ إلى متى؟ إلى أن يأمر الله يا ولدي ولكن لو بقي الحال على هذا النحو لن يتغير شيء يا أبي فأنت تعرف قومنا إنهم جبارون لا راضع لهم وقد يبتشون بنبي الله في يوم من الأيام لقد أبلغني نبي الله بأن الله سيحفظه من بطش القوم الجبارين فلا خوف عليه إن شاء الله والله يا أبي إن نفسي لتشتاق لإعلان كلمة الحق بين الناس والجهر بالإيمان كما يجاهرونهم بكفرهم عليك بالصبر يا ولدي عليك بالصبر يا ولدي عليك بالصبر فهذا أمر الله والله إننا لا نرجو من هذه الدنيا سوى سلامة نبي الله وحفظ دين الله وما دون ذلك فما هو إلا حطام زائل ما الذي أتى بك باكرا يا رأس الصور هود ما به أتى له زائر منذ ساعات وجلس معه طويلا ومن الزائر رجل يقال له رباح وهو من قبيلة هود وكيف كان شكله له لحية قصيرة نظيف الهندام ذو رائحة زكية هذه من صفاتهم عن من تتحدثين يا عنز أتبع هود يا غبي وماذا يعني هذا يعني أن خطر هود يزداد يوما بعد يوم إذن فما العمل العمل ما العمل هذا ما كنت أستشير فيه كبار الجن وماذا قالوا لك؟ قالوا قالوا أمورا كثيرة وأحداثا مخيفة كلها شرور ولماذا لا تطلبين منهم التخلص من هود ومن معه؟ أيها الأبل هم لا تطاقة لهم بهود ومن آمن به وهم ليس لهم ولاية عليه ولا على أدباعه هذا دورنا نحن وماذا عسانا نفعل؟ سأخبرك يا ذا القرون والحوافر وكل ما سأمليه عليك تجعله حلقة في أذنيك وحجابا بين عينيك أمرك أمرك يا سيدتي حسبك يا رجل كفك بطشا وظلما هل نزعت الرحمة من قلوبكم؟ ألا تمل من هذا الحديث أبدا؟ ألا تتوقف عن سفهك؟ وهل الرحمة بعباد الله سفه؟ الرحمة؟ وما هي الرحمة؟ إنها كلمة بلهاء الرحمة صفة الأطهار الأبرار يا رجل فبالرحمة حملتك أمك وأرضعتك بالرحمة عاش أباك يحميك من بطش الناس وقت ضعفك بالرحمة يعيش الناس في سلام دون خوف الرحماء يرحمهم الله يا عاص الله أتحدثنا عن إلهك ثانية يا رجل؟ بل هو إلهي وإلهك وإله الناس كافة يا عباد الله والله ما دعاكم نبي الله هود إلا للحق فعسى ربي أن يهديكم إلى صراطه المستقيم تبا لك أغرب عنا يا رجل أغرب بل تبا لك ولألهتك الخرقاء أيها السفيه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اجتمع الناس ليستمعوا لقول هود عليه السلام وحديثه مع رجل من قوم عاد ولكن واحدا منهم لم يكن يتوقع أن يكون بينهم من يؤمن بهود ويصدق قوله فحينما راح قادس يدافع عن نبي له هود حتى راح الناس ينظرون له غير مصدقين بعضهم يتسائل بدهشة والآخر يريد أن يشهر سيفه ماذا قلت يا فتى؟ قلت ما سمعته وما سمعتموه جميعا فوالله إني لا أخشى أحدا منكم وأشهدكم أني قد آمنت بهود ورسالته وكفرت بآلهتكم وآلهة آبائكم وأجدادكم أنت لا تعرف عاقبة ما تقوله فاحذر لحياتك وإياك من السير في هذا الطريق إياك وأن تعيد مثل هذه الكلمات مرة أخرى ودعك من هود وقوله والله إن قوله الحق وما دعاكم نبي الله إلا للخير ولكنكم قوم تجهلون أتعيد كلامك مرة أخرى على مسامع العم أين ذهب حلمك يا فتى؟ والله ما هداني حلمي إلا لقول الحق كفاك ما قلت يا قادس وعود إلى بيتك حتى لا ينالك من القوم سوء انفض الناس وأخذ كل واحد منهم طريقة إلا أن نفوسهم كانت قد ملئت بالضغينة لهذا الفتى الشجاع ها ها أنت يا ابن رباح قد وقعتك الفريسة بين يدي روثة؟ نعم أيها الفتى المقدام هو رافع بسيفه المصلة على رقبتك وماذا تريد بسيفك هذا؟ أيها الخسيس أريد رقبتك يا تابع هود حتى تكون عبرة لكل من أراد أن يؤمن بهود وربه أتقطع الطريق على رجل أعزل؟ يا لك من خسيس وجبان مثل أبيك وأنت أيضا مجنون مثل أبيك فأتباع هود كلهم مجانين ولا بد لنا أن نخلص إرم من فسادكم والله إني أراك سفيها ضالا يتلاعب بك الشيطان كيف ما شاء ومتى شاء دعا كشيطاني أيها الأبلة واستعد لجحيمك القادم والله ما أراني إلا ذاهبا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما الجحيم فلم يخلق إلا لمثلك جنة عرضها السماوات والأرض ألم أقل بأنك مجنون كأبيك ونبيك الكذاب إذا كان ما تقوله حقا فلتذهب إلى جنتك المزعومة الآن خذ يا قوم يا قوم لقد قتل قادس بن رباح قتل في طريق الغابة وهو عائد لبيته قادس بن رباح قادس بن رباح لقد كان هنا في الأسواق منذ قليل ما الذي حدث له؟ ألم تسمع بما ضر بينه وبين عاص دفاعا عن هود؟ لا لم أسمع ثم ما شأن قادس بن رباح بهود؟ لقد آمن به ماذا؟ آمن به؟ أوهناك من آمن بهود في قوم عاد؟ إذن ففتنة هود قد بدأت في إرم آه لقد استحق قادس ما حدث له حتى لا يجرؤ أحد على تكرار ما فعل شش لا تقول مثل هذا القول مرة ثانية يا رجل فإن رباح صديق لنا أنا بريء منه ومن صداقته فربما يكون هو أيضا قد آمن بهود وإلهه آه ربما ولكن إن كان فعل ذلك حقا فيجب علينا طرده من إرم هذا ما ستخبرنا به الأيام القادمة يا صديقي فدعنا نجلس ونرى أرأيت يا شدد أرأيت هذا ما كنت أحذركم منه لكنك لم تكن تنسة لقولي ماذا بك يا صدد؟ لماذا هذا الغضب؟ أخبرتك من قبل بأن دعوة هود فتنة كبرى ويجب أن نتخلص منها تحدث يا صدد دون لوم ما الذي حدث؟ اليوم كان الإعلان عن ظهور المصدقين لنبوة هود في إرم أخبرتكم بأن فتنته شر عظيم يقترب مننا وأن دعوته ستجد صدا يوما ما في قوم عاد ما العمل إذا يا كبير إرم؟ هل سنقفها كذا مكتوب في الأيدي؟ أخبرني يا صدد أين ذهب هذا الفتى الذي أفصح عن إيمانه بهود؟ وهل كنت تعتقد أنه سيفر بفعلته؟ لقد قتل في طريق الغابة قبل أن يعود إلى بيته ومن قتله؟ رافع بن شاحب فلقد أتاني بالقصر وسيفه يقتر دما وأخبرني بكل ما ضار إذن فلقد غادر السهم قوسه لا تراجع بعد الآن فلنوقف دعوة هود هذا وإلى الأبد وكيف يكون ذلك يا شداد؟ بأن نعرف كل شيء عن أتباع هود ثم نقضي عليهم أو ننفيهم إلى خارج إرم وكيف السبيل إلى ذلك؟ هو سبيل واحد فقط وتعرفه أكثر مني يا شداد عنز آه أصد هي عنز ولا شك عمت مساء يا أبي عمت مساء يا ولدي كيف حالك وكيف هي الأسواق اليوم؟ لقد حدث أمر يا أبي وأريد أن أخبرك به قل يا رافع هل حدث شيء في الأسواق؟ نعم عاد هود لقوله ولدعوته للناس فخرج من أعلن إيمانه به في العلن ووسط أسواق إرم ماذا؟ ومن هذا المجنون الذي تجرأ على فعل ذلك؟ قادس بن رباح قادس؟ هذا الغلام اليافع؟ يا له من أهوج هو لا يعرف كيف ستكون عاقبته بل عرف يا أبي وأخذ جزاءه فقد أنزلت عليه عقاب آلهتنا العوالي ماذا؟ كيف هذا؟ ما الذي حدث له؟ تحدث يا رافع قتلته يا أبي ماذا؟ يا لك من أهوج كيف فعلت ذلك؟ هذا ما كان يجب علي أن أفعله أتجادل أيضا؟ ألا تعلم بأن قبيلته ستقتص منك؟ لن يجرؤ على شيء فأتباع هود لا حرمة لهم أخبرني يا شاحب ماذا فعل ابننا؟ لقد قتل قادس ابن رباح يا مداحة قتله وهو يعلم بقوة قبيلته ماذا؟ لماذا فعلت ذلك يا رافع؟ إنه من أتباع هود يا أمي وقتلته تقربا للآلهة إذا لا تحدث أحدا بعد اليوم بفعلاتك هذه وأما هود فدعني أتولى أمره أنا وتجار الأسواق رحمة الله عليك يا ولدي غفر الله لك وعظم أجرك وجمعنا بك في الجنة إن شاء الله آه يا ولدي الوداع يا أشي الوداع ابقي مكانك يا راجية فسأفتح أنا الباب رح رباح ليفتح الباب فوجد نبي الله أمامه نبي الله أنا لا أصدق ما أراه هذه هي المرة الأولى التي تزورنا فيها منذ سنوات طوال تفضل يا نبي الله تفضل فلما راح نبي الله يصبره على ما فقد قال رباح الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ يا نبي الله وعسى أن يتقبله الله شهيدا عزاؤنا الوحيد أنك بخير يا نبي الله ولم يمسسك سوء من القوم الجبارين صبرها نبي الله هي أيضا فقالت محتسبة صابرة صابرة ومحتسبة يا نبي الله والله ما اهتدينا إلى ما نحن عليه إلا بفضلك يا نبي الله فنسأل الله أن يحفظك لنا وينصرك على هؤلاء القوم الظالمين عنز عنز زائرون يا عنز زائرون قادمون لنا زائرون من هؤلاء وأين هم رأيتهم وهم يسعدون الجبل قادمون نحونا كم عددهم أياتها البلهاء رجلان يا عنز فقط رجلان إن صح قولك فلن يكون سوى شداد وصدد فهم فقط من يجرؤان على القدوم إلى عنز في كافها ما إن يأتوا أدخليهم علي أمرك يا عنز يا عنز السيد شداد والسيد صدد أهلا بكم الكاهنة في انتظاركم تفضل ما أقبح هذا المكان حقا أنه يليق بعنز ولكنك أنت من أتيت إليه بقدميك ها أنت أياتها الخبيثة كما تركتك آخر مرة وكأن الزمان لم يغير بك شيئا كيف حالك يا ابن السيد إرم بخير يا امرأة بخير ولكننا أردناك في أمر لن ينجينا منه إلا أنت هد وأدبعه من المؤمنين أليس هذا ما جاء بكما بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون حاول سادة إرم إغراء هود عليه السلام بالمال ولكنه رفض فلما أيقنوا أن دعوة هود لن تبتر وأن من القوم من سيؤمن به لا محالة قرروا أن يستعينوا بالمردة والشياطين عسى أن ينتصروا في حربهم على هود ومن معه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صدق الله العظيم لا شيء يخف عليك يا ساحرة إرم هذا هو سر مجيئنا إليك يا عز فهل نجد عندك حاجتنا؟ حاجتكم هي حاجتي يا شداد فلا أحد في إرم يبغد هودا كما أبغده أنا فبدعوته هذه تهدم إرم وينسى التاريخ مجده إن هودا لعنة على تلك الأرض التي نعيش فوقها والخلاص منه ومن أتباعه واجب علينا أحسنت القول يا عز وأقسم بآلهتنا العوالي إن قضيت حاجتنا التي جئنا إليك من أجلها فسنغضق عليك العطايا حتى تكتفي لا لا حاجة لي فيما عندك يا صداد فعنز لا حاجة لها بالمال فأنا لا أعمل ذلك سوى لخدمة الآلهة العوالي ولكي تحل البركة على الأرض إذن أخبرينا يا عز من هم أعوان هود؟ انظروا هؤلاء هم من آمنوا بهود ودعوته لا تبقوهم في إرم إلى الغد ولا ينام أحد منهم على فراش الليلة هذه هي أوامر آلهتنا العوالي ها هو رباح قد آمن وهذا ما حسبته فلم يكن هذا الفتى ليؤمن وحده دون أبيه جعد بن كاسب هذا أمر لا يصدق أم تأكدة أنت يا عنز من هذا الاسم؟ ما يكتب على رمال عنز لا شك فيه يا صدد هذا أمر عجيب كيف يفعل ذلك؟ وهو من قام بنحت التماثيل لآلهتنا العوالي أقسم بصمود لأعلقنه من رقبته أمام الناس جميعاً حتى يكون عبرة لهم أصدقني القول يا جعد هل آمنت بهود أنت أيضاً؟ تحدث يا رجل هل أنت ممن آمن بهود وإلهه؟ نعم لقد آمنت بالله رب العالمين ماذا؟ 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 ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ آمنت؟ آمنت؟ أنت يا جعد إنك كبير نحاتين أنت من صنعت يداك عشرات التماثيل التي تزين إرم هل سحرك هود أنت أيضاً؟ أكنت تغدعنا كل هذا الوقت؟ أكنت تستخف بنا؟ منذ متى وأنت مؤمن به يا جعد؟ لقد تذوقت حلوة الإيمان التي لم يتذوقها أحد منكم وما الذي دفعك لذلك؟ أي عطايا تلك؟ التي جعلتك تكفر بآلهتنا ألهتنا العوالي ألهتنا العوالي تلك التي أصنعها بيدي التي لا تسمع ولا ترى ولا تدر ولا تنفع يبدو أن سعر هود قد تغلغل في دمائه وروحه لقد سعره هود سعره هذا أمر لا شك فيه والله ليس بي سحر ولكنكم لا تفقهون والله ما عدت أخاف الموت بعد اليوم فلقد عشت حياتي أخشى بطشكم أيها القوم وها أنا أمامكم وأنا على مشارف لقاء ربي أعلن أنني أتبرأ من أصنامكم عسى أن يغفر لي ربي ما صنعت يدايا من الجسم اقتلوه 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 خيرا يا كبير الجند ليس بخير يا رباح اخرج معي أنت وأهلك ماذا؟ أخرج إلى أين؟ وما الذي حدث؟ أمر سيدي شداد بنفيكم خارج إرم إلى أين؟ فبيتنا وأهلنا وتجارتنا هنا إلى أين نذهب يا دمدم؟ إلى أي مدينة غير إرم؟ فلم يعد لك عيش فيها يا رباح لا أنت ولا أهلك يا قوم أما كفاكم كسر قلبي بقتل ابني؟ ألا تكفوا عن سفك الدماء؟ أي لعنة تلك التي أصابتكم؟ فجعلت قلوبكم كالحجارة كفاكم كفاكم لا وقت يا رباح لمثل هذا الحديث خذ أهلك واخرج من إرم واعلم أنه إذا رأىك جندي على أطراف المدينة بعد الغروب فلا تلومن إلا نفسك والله ما أقول إلا ما يرضي ربي الحمد لله على ما أعطاه والحمد لله على ما أخذه وهو ذو الفضل العظيم هل تصدق ما رأيناه وسمعناه يا خور؟ هل تصدق بأن جعد قد كفر بآلهتنا وآمنا بإله هود؟ كيف أصدق؟ إنه أمر غريب فجعد لم يصرح لنا يوما بمكنون قلبه أكان خائفا منا؟ كيف؟ ونحن أصدقاؤه المقربون كيف أخفى عنا أمرا عظيما مثل هذا؟ هذا الأمر يجعل رأسي لا يتوقف عن التفكير أكدوجا؟ وأنا مثلك يا خور لقد عشنا سويا لسنوات طوال جمعتنا الأيام والليالي يا ليتني ميت قبل هذا يجب علينا أن نذهب للسيد الشداد نرجوه أن ينزل جسده المصلوب إياك أن تفعل يا خور فحينها قد يظن سادة إغرام بأننا أمنا معه بإله هود صدقت لقد أصبحنا نحن أيضا في موضع الشد فلربما يأتي الغد بحال أفضل أي حال أفضل؟ وجعد جسده معلق ينهشه الطير يبدو أن لعنة الآلهة قد حلت علينا ها أنت قد أتيت يا سمين الرأس أتني بما عندك لقد فعلها شداد يا عنز وقضى على دعوة هود دعك من هذا الحديث الأبلى فدعوة هود موجودة ما لم يمت كل من آمن بدعوة هود طرده شداد ونفاه إلى الصحراء هذا ليس كافيا أيها الأبلى لابد من تضييق الخناق على هود ومنعه من الدعوة مجددا لابد أن تقتل دعوته فيما دعا الأمر ليس بسيطا يا عنز أعرف أعرف لذا وجب علينا دائما أن نحاربه بكافة الطرق فنحن أمام عدو قوي والانتصار عليه ليس بالأمر الهين ومن مطلوب إذن أيتها الكاهنة؟ أن تكمل ما أمرتك به من تربس لم يعد الأمر متوقفا فقط على هود بل على أي أحد يلتقي به إياك أن تسهو يا رأس الثور اطمئني يا عنز فأنا كالخففيش أرى في عتمة الليل كل صغيرة وكبيرة اذهب اذهب الآن ولا تحضر إلا بالجديد أمرك أمرك يا ساحرة إرم مرحبا سيدي أين هو دنيا غلام؟ بالداخل سيدي تفضل ليخرج هو لي أبلغه أن قائد الجيش يريد لقاءه هل تفضلت بالدخول سيدي ولك ما شئت؟ نفذ ما أمرتك به أيها الخادم ولا تكثر الحديث ليس بخير يا هود فلقد تجاوزت حدك كثيرا وحان وقت الحساب تجاوزك في حق الآلهة والسمرارك في دعوة العوام من الناس لتركها وهذه الأكاذيب التي تنشرها بينهم لقد فاض الكير يا هود وما إن خرج له نبي الله حتى راح يدعوه كما يدعو كافة قومه فما كان من دمدم إلا الرفض كباقي أهل إرم ثم قال له غاضبا هل تريد أن تعيد هذه الأقوال عليانا أيضا؟ أوصل بك لاستهزاء بنا إلى هذا الحد؟ أخبره نبي الله أنه أمر من ربه أن يدعو الناس كافة قويهم وضعفهم غنيهم وفقيرهم فالعباد عند الله سواء لا فرق بينهم إلا بالتقوى أتقول إن إلهك لا يفرق بين الناس؟ أخبره نبي الله بأنه سبحانه وتعالى هو الإله العدل الحق اللطيف بعباده صاحب الملكوت مسير السحاب لتمطر العصاة كما تمطر العابدين هود حدثني عن إلهك أكثر قال له نبي الله هود إن الله أحن على خلقه من حنان الأم على رضيعها يسطرهم وهم عصاه ويغفر لهم وهم دعاه لا يرد طالب عفو عن بابه هو الله الإله الواحد الأحد اللطيف الرؤوف الرحيم ماذا بك يا دمدم؟ ما الذي حدث لقلبك؟ هل أصابك هود بسحره؟ لما هذا العطف الذي زرع في قلبك؟ منذ ماذا؟ منذ ماذا وأنت تعطف على أحد؟ هل تأثرت بثبات أتباع هود وشدة إيمانهم به؟ رغب البطش بهم وطربهم من البلاد؟ هل يكون هود على حق؟ يا إله السماء يا أيها الإله الحق دلني على الطريق الصحيح ولا تتركني دائيا هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ